مسلسل وأخيراً الحلقة 15 الأخيرة أحداث شيقة ومثيرة بالنهاية بين ياقوت وخيال بيجي شفيق اللي عند خياله بإلا أبدها باتصل فيني وقال بدي يشوفك بس منداية كتير على فكرة وأنا خايف عليكي فبتقول له خيال وهو المطلوب أساساً عود جنبي شوي وبتقول له دبرتلي الكاميرا فشفيق بيكون جايب للكاميرا وبيعطيها ياها بالإيد وبتطلب كمان منه طلب تاني أنه تفوت على المكتب فبيقل له شفيق الشي اللي ناوي تعملي أخطر من اللي عم تفكري فيه فبتقول له خيال أنا ما عاد عندي شي خطير أخطر من الشي اللي عم يعملوه معي ضروري كتير فوت على المكتب وشفيق بيقل له هلأ ما في لن أعمل هيك ولازم نروح لنشوف شو بتدقب والذهب وخيال تسأل شفيق كيف تشتغل كاميرا فبيقلها كيف وبتوقف خياله بتصير تفتل بمكان الحجز تبعهم وبتصور كل التفاصيل الموجودة وكل الصبايا الموجودات وما حدا بينتبه عليها وشفيق بيقل له خلينا نمشي وفعلا بيصير هالشي ويا قوت بيقل له لأبو محرز أنت أخي واللي عملته معي ما رح أنساها بالمرة بس ما حدا جابك تكون معي بهي القصة أنا متأكد أنه صفحتك نضيفة هذا الشي اللي هي النقيب فأبو محرز بيقل له أنت ضامن هذا النقيب ليكون مثله مثل النقيب رضوان والنقاش بيروح على الكازينو تبع أبو الدهب وأبو الدهب بيقول للشباب اللي عنده خلي عيونكن مفتحة على النقاش ورجاله الهيئة ناوية على الشر وكمان بعض التعليمات أنه يخليش فيه وقت ييجي يطلع بشكل مباشر لعنده على الغرفة وبهي الأثناء كمان ياقوت أبو محرز ورجاله بيطلعوا على الطريق اللي عند أبو الدهب وياقوت بيقول لأبو محرز صار لازم احكي مع رضوان وبيدوا قل له وبيقول له لا إني بعد ساعة بالكبرة والنقاش بيكون قاعد مع أبو الدهب وبيقول له لأبو الدهب أنا ما نرايح من هون لحتى شوف خيال وخيال وشفيق بيكونوا فوق بالمكتب وبتصور خيال كل المستندات والوثائق اللي بيدي على جرائم أبو الدهب لبين ما يجي أبو الدهب ويطلع لعند خيال بإلا هلأ بدي الدفتر إزلي ما عم يقول ضاع فخيال بتأنكر وبتأقنع أبو الدهب أنه ممكن يكون بده يعرف إذا أنت اللي باعتني لعنده أو لا والنقيب سليمان بيقدر يقنع قائد شعبة المعلومات مشان يلقو القبض على أبو الدهب ويحمو ياقوت وفعلاً بيتصل بالنقيب رضوان وبيخبره بهاي المعلومات وبتنزل خيال لتحت على الصالة وبيكون النقاش وأبو الدهب قاعدين وأبو الدهب بيئلة قولي للنقاش أنه ما بتعرفيني ومجرد زبوني هون فبتقول له خيال مظبوط أنا بيشتغل مع أبو الدهب وأنا مخطوفة عنده وبشتغل لصالحه لأنه مهددني أنه يقتل أهلي وانجبرت أعمل شغلات ما لازم أعمله وأكيد طلب مني يسرق الدفتر وهددني يقتلك الأهلي إذا ما بنفذ العملية فالنقاش بيئلة طلعتي مؤليلة أبداً يا خيال بعدين بيجو رجال أبو محرز بهي الأثناء ليقتحموا الكبري وبتقول هون خيال الدفتر معي وما سلمت لك يا أبو الدهب لأنه بعرف بس خلص رح تقتلني مشان تخلص من الدليل قدام النقاش وبنفس الوقت رح يعرف أسرارك يا نقاش فأنا ما بدي ضرك أنا ما بدي غير إرجاع على بيتي وبس وأنت بدك تحميني والدفتر فيه كده نسخة مشان إذا بدك تلعب معي وأنت يا أبو الدهب كل شركاتك والعقود والشبكات والأبو والبنات كلهم صور خلينا نعمل اتفاق يرضينا كلنا يا بطلع من هون عايشة وبتعطوني حريتي وبعطيكم الأمان وإلا هذون النسخ رح ينعطوا للجهات المختصة وتكون نهايةكم الحبس فالكل بيأشر السلاح رجال النقاش ورجال أبو الدهب على بعض وبيفوتوا رجال أبو محرز لجوا مع ياقوت وياقوت بعيت على أبو الدهب وبيشوف خياله بيجمد بمكانه وبتيجي رجال الشرطة مع النقيب ردوان والنقيب سليمان وبيدخلوا لجوا وشفيقي بياخد أبو الدهب وخيال تطلع معه باتجاه ياقوت ورجال الشرطة بتهدد وبتقول للكل يرموا الاسلاح وبتجتمع ياقوت وخياله من جديد والشرطة بتلقيل أبو على الجميع وأولون أبو الدهب والنقاش وهنن على الباب الكبري بيجي قائد شعبة المعلومات وبيلقبط على النقيب ردوان وبيقول له لرضوان انت رهن التحقيق سلم سلاحك وبيعرف أنه ياقوت هو اللي حكى عنه كل شي وهنن بالطريق بيقل له ياقوت لخيال ليش كذبتي علي فبتقول له خيال ما كذبت عليك القصة من زمان بس لو خبرتك شو كان رح يصير كنت رح تتركني فبيقل له ياقوت لك شو كنت تركتك انت عرفتي عني كل شي وما خبيت عنك شي وعادت الدنيا كلها كرمالك فبتقول له ياقوت أنا من لما كبيت حالي بالبحر ومن اللحظة اللي طالعتني فيها من البحر كبيت كل شي من الماضي وياقوت بيقل له أوقات كنت تقول لحالي يا ريت لو ما أنقذتك من الغرق فبتقول له خيال أصدك يا ريت متت من وقتها معك حق يا ريت أتلوني وما سمعت هالحكي منك كنت ارتحت وريحتك وبيقل له ياقوت أنا ما عم استوعي بأنه أختي ماتت فخيال بتقول له أنا خفت إخسرك قد ما بحبك خفت أنه تتركني وبتقول له لوين بدك توصل بقها لهي البحصة بعد كل شي صار معي أخسرتيني فخيال بتقول له لياقوت رح قل لك هالك كمتين يلي ما بيقدر يسامح بيكون بحياته محابب والنقيب سليمان بيكون قاعد عم يحقيق مع النقيب رضوان وعم يقول له اللي مثلي عطاك فرصة تترقى أنا لما شوهوني وزدتوني على الطريق وين كنتو كنت لحالي وصرت أرفان من كل العالم ومن كل حدا مات أو عاش واللي كان بهمني إنه اللي اللي مات كنت رح قابض عليه وسليمان بيقول له أنت عم تقول تشوهت وعلى طول أرفان بس أنا هاي أول مرة بقرف منك عن جد وكمان بيحكوا مع شفيق وبيقوله صحيح أنت ساعدتنا بالتحقيق بس هاد ما بيعني أنك أنت مانك متورد بالشغلات اللي صارت وبتيجي الشرطة وبتاخد كل البنات وعاصم لمركز الشرطة والمدام قبل ما يوصلوا لها بتتخلص من حياتها وياقوت بيكون عم يحكي مع العميد وبيقوله أنا نقتلت إختي والخطفة حبيبتي وكتير تعذبت وأتشفت أنه الشخص المفروض يساعدني هو اللي عم يستغلني والباقي بتعرفه سيادة العميد وياقوت بنهاية الحلقة بيروه على المكان اللي بتكون فيه خيال قاعدة مشان يعتذر منه وبيقوله أنه هو بيحبه فبتقوله ما برجع لك لحتى توعدني فبيقوله ياقوت بموت وما بتركك وبيعملوا عرصا على الشط مع أم ياقوت وبتقلها لخيال أنت مو بس كنتي أنت بنتي كمان وإذا بزعلك هذا بتيجي لعندي إذا عجبكم الفيديو وحبيته بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس إذا عندكم أي اقتراحات لفيديوهات بتحبوا أعملها بتمنى تكتبوا لي تحت بالتعليقات